السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعاتي الغليات نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله سنشوفوا مع بعضياتنا بطبطات اولى العجين ديال البطبط بالنسبة لهذا العجين هذا سنسميه عجين سبيسيال لان انا سنوضفه في البطبط كيف ما يمكن لنا نوضفه في العديد من الاقتراحات من نفس العجين سنخدموا الفطائر سندويتشات ممكن نخدموا البانيني ممكن نخدموا بزاف ديال الاقتراحات كيف قلت من هذا العجين العجين يستحق التجربة وفعلا كيجي لديد من السم بالنسبة العجين ارتب وكيبقى ارتب اليوم الثاني واليوم الثالث يكفي اننا غير نسخنوه فعلا وصفة ممتازة ديال هاد العجين خليكم معايا اخواتي من الولد الاخير وما تنسونيش فضلا من شجاعة ديالكم كيف قلت لكم غادي ناكد لكم على هاد العجين كيستحق التجربة وماشي غادي خص غير البطبطات وضفوه كيف ما بغيتو بالنسبة المكونات عندي هنا ينص كيلو ديال فورس الحرش الفورس الحرش اللي كيغلب على العديد من المخبوزات اللي عندي في القناة او اللي كيغلب على المخبوزات اللي عندي في القناة هذا الفورس الحرش شوفوا معايا كيف شدير اخواتي البنات اللي كيسولوا على الفورس الحرش مكتوبة فيه او لا في الخنيشة ديالوك تكون المستدير الدقيق مستدير غادي نضيف معاه تقريبا واحد مائتين جرام ديال الفينو او دقيق القمح الصلو عندي الخميرة الفورية او لا الخميرة المعجونة على حسب القياس اللي درتون توما ديال الدقيق وعندي زيت زيتون اللي هو محسن طبيعي وعندي معي لقا ديال المطاقت وهنايا حبة جوبن متلت غير جربوا اخواتي هاد العجين هادا وكيف كيلت مغادينش تبقوا تستغنوا عليه ان شاء الله العجين متعدد لاستعمالات منو البطبوط منو بزاف ديال المخبوزات ان شاء الله اليوم شاركت معاكم به البطيبطات اضفت شوية ديال السكر باش تفاع ليال الخميرة مجونة او للخميرة الفورية وعندي هنايا خميرة كيموية او لا بيكين باودر هاد الكيس هادا كيوزل لنا تقريبا واش ربعتاش او لا ستاشر جرام غادي ندير هنايا معلقة صغيرة يعني واحد ساشي ديال خميرة كيموية او لا بيكين باودر مايو عادل سبعة جرام وغادي نبدأ ناجن بالماء دافي نردو البال ان العجينة ما تكونش قاسحة وفي نفس الوقت ما كتكونش خفيفة وكيف قلت في البداية بالنسبة لهذا الدقيق هدا متعدد لاستعمالات يعني خاصة انا كنوضفوه بزاف يعني في المخبوزات ديالي بحل مسمن بحل بطبط هاد العجين هدا ما كيخليش لينا مثلا للمسمن او للملوي ما كيبقاش يتجبد بالنسبة لهاد البطبطات كيجيونا شوية مسمدين كيف كنقولو كيجيونا حرشين شوية المهم العجين ديال هاد دقيق او لفرص الحرش ما كنستغناش عليه ومشاهدة الاخوات اللي ولا معتمد عندهم ان يصفي بالنسبة لي في القناة ولا شي حاجة رسمية في المخبوزات ديالي كنقند لك في العجينة ديالي على هاد الشكل كيف كتشوفو معايا اللي عندها العجانة ممكن انها توضف العجانة في اخر مرحلة غدي نضيف واحد الملعقة ديال الزو بدا تكون بدرجة حرارة المطبخ وكنحاول انني ندخلها في العجين ديالنا كنحصلو على العجين اللي هو متماسك وكيجي ارتب شوفو معايا كيف اشتاير كيجي ارتب هنا يا هاد القطيرة ديال زيت زيتون اللي تبقات لي اه حاولت انني ندهن بها العجينة ديالي غير باش ما تكونش عندي فيها واحد القشرة مباشرة غدي نغطيها بلاستيك غدائي وغدي نخليها حتى غدي تختامر ويدعف الحجم ديالها بنسبة اللي بتبوط اهم مرحلة فيه بعد العجين دياله او لبعد الدلك دياله اننا نغطيه ونخليه حتى يختامر في هاد المرحلة يعني هنا يفين خاصو يخمر مزيان كيف كنقولو خاصو يخمر في هاد المرحلة وهنا بعد ما اختامر لي العجين ديالي يدرت البلاستيك غدائي باش ما يلتسقش لنا المنديل فيه العجينة كنحاول انني نخرج منها الهواء كيف كتشوفو معايا وكيف قلت لي عندها العجينة وبغت تعجن في العجينة ممكن انها تعجن في العجينة وممكن في هاد العجين هدا انكم تخدمو مثلا البطيبتات ممكن انكم تديرو فطائر البانيني شاركتهم معاكم او لا صندويتشات البانيني يعني كتعمرهم بالحشوة وكتطيبوهم مباشرة في الاهل ديال البانيني هاد العجين متعدد لاستعمالات ان شاء الله غدي عجبكم بعد ما غطيتها خليتها غير ترتاح باش نقدر انني انطلقها كتعرفوا العجينة ضروري اننا نخليوها يعني غير ترتاح بضعة دقائق كيف كنقولو ومن بعد بديت كنرش في دقيق القمح الصلب او لا الفينو وبديت كنسرح في هاد الكورة ديال العجينة كاملة شوفوا معايا الجواني بلا ردتوا البال اخواتي من ببلين كيف كنقولو يعني فيهم هادوك البوايقات كي يبينو لنا بان العجينة راها مدلوكة وارتاحت كنسرح العجين ديالي بالمدلك بالاستعانة بالمدلك ونحاولو انا نرشو كمية ديال الدقيق ما تكونش العجينة ارقيقة او في نفس الوقت ما تكونش غليظة نقدو العجين نعطيه واحد السوم كلي هوية متساوي ومن بعد كنجيب القطعة او الساخ كلي غدي نقطعو به هاد البتبطات وكن اكد على واحد النقطة هو اننا نخليو العجينة ديالنا واحد دقائق باش منين هكا يبيضع دقائق باش منين كنطبعو هاد الدوائر العجينة كنقولو مكتعوش في الدينة يبقو هادوك الدوائر مقادين صافي كنبدا انهز في العجين ديالي وكننحطوه اولا في هاد البتبطات وكننحطوه في منديل لاناني مفرشة على جنب مفرشة لمنديل وهاد العجين اللي كيتبقى ليه كنعاود نجمعو ونعاودو مره تانيته هوية نجمعو في بلاستيك غدائي نخليه ارتاح ومن بعد كنطلقوه بالمدلك وكيف كنقولو كنقطعوه بنفس الطريقة وكي يخرج الخير والبركه هاد نص كيلو ديال دقيق كيف شاركت معاكم اللي هوية الفورس الحرش مع مئتين جرام تقريبا ديال دقيق القمح الصلب اولا الفينو ممكن ديرو دقيق القمح الكامل هادا العجين المتبقي كناخدوه بنفس الطريقة غير كنأكد اننا نخليو العجينة ترتاح بضع دقائق باش هكا ما كتعواش لنا العجينة بالنسبة الاخوات اللي كيجوهم هاد البطيبطات كيف كنقولو مديفورمين في هاد المرحلة كنخلي العجينة تختامر غير واحد شوية ماشي بزاف البطبوط كيخمر في المرة اللولة المرة الثانية ما تخليوش يخمر بزاف باش ينتفخ وهنا يكن ناخد هاد المقلات هادي انا بالنسبة لي عندي هاد البلاك ممكن ديرو المقلات تقيلة او للمقلات ديالوجدة باش ينتفخوا لنا البطيبطات ضروري اننا غير نحطوهم ما تخليو مش حتى كي نشوفوه مزيان وكتقلبوهم على الجهة الثانية البطبوط كيبغي يبقى يتقلب شوفو معايا النسبة للشيتاء كنحيد منها هادوك الفتيتات ديال البطيق كان بقى نمسح بها البلاك ديالي او المقلات وكيجي هاد البطبوط ترتب كيف كنقولو مما كيجيش غير القشرة وف نفس الوقت كيجي زوي ان شاء الله هادي نجربوه واللي معتماد عندكم وكيف قلت غير كان نحطو البطيبطات ديالونا وكان عاود نقلبوهم المرة الثانية ما تخليو مش حتى كي نشوفو لانا يلا نشوفو ما كيتنفخوش لينا سير باش كي نفخو لنا اولا باش كي نتفخو هادوك البطيبطات وكيجيونا محلولين اننا غير نحطوهم انهزوهم اولا نقلبوهم الجهة الثانية شوفوا معايا غادي نحل هنا يا احبة باش شوفوها كيفاش دير بقى سخون كيجي بحل شهدة من الدخل يعني كيجي مسفج نتمنى كنت يباليكم العجين ديال هاد اللي بطيبطات واللي زوين في هاد العجين هادا كيف قلت متعدد الاستعمالات وكي خرج لنا الخير والبركة ممكن اننا نوجدوا واحد الكمية باش هكاية مرة مرة يعني ونخزنو ومرة مرة نجبدوهم ونعمرهم طريقة تخزين بطبيعة الحال بعد ما كيبردو كلف في الكمية اللي بغيت كنديرها في بلاستيك غدائي وكنخلي بطبيعة الحال حتى كيبردو وكنديرهم في المجمد الوقت اللي بغيناهم كنجبدوهم ممكن اننا نجبدوهم ونخليهم كتلقو كأننا يا الله صيبناهم بقين طريين كيجي وكيف كنقولو هادو هما البطيبطات ديالنا غدي ندوز نشارك معاكم شوفوا معايا كيفاش ديرين خفافين غدي نشارك معاكم حشوة ممكن انكم تغيروا بها ان شاء الله في الاقتراحات الرمضانية عندي حبة بصل واحدة مقطعة مكعبة صغيرة نضفت معاها زيت نباتية رشيشة ديال الملحة وغدي نخليها حتى غدي تحمر وتنزل ويولي اللون ديالها مذهب كيف كتشوفوا معايا هادو الحشوة هادي كاتجي غزالة متأكد غدي تعجبكم ان شاء الله تغيروا بها منبي الاقتراحات اللي كنبغيوهم يكونوا حضرين في المائدة الرمضانية ضفت معاها وحدة 300 قرام ديال الكفتة مادرتش فيها توابل بدون توابل كفتة فتتها اضفت لها شوية ديال الليبزاب تحميرة اولى البابريكا القصبر يابس وشوية ديال الكامل والسودانية وبالنسبة في هاد المرحلة نكونوا شوية مش هدين النار باش هاكا الكفتة ما تطلقش لماء وتفتت لنا كاملة ما كانت توقفوش من التحرك باش تولينا مفرتة يعني ما تبقاش لنا مجموعة كوايرات هادو هما البتبتات اللي شاركت معاكم البهرح يعني في المائدة الرمضانية يعني العجين دياله اما الحشوة مختلفة ضفت هنا يا معلقة صغيرة ديال توابل الشوارما كيف ما يمكن لكم ديروا توابل او العطرية ديال الكفتة ضفت شوية ديال الهريسة يلا ما توفردش ليكم ممكن انكم تستغنوه على توابل الشوارما غير هي عطاتها واحد المدق اللي هو يزوي ملعقة ديال سلسطة صوجة وكرم بقان دي ونجيب في هاد الكفتة وفي نفس الوقت تحاولوا انها ما تنشفش قاع يعني ما جيناش قاسحة غد ينضيف حبة طماطم محيدة لها الزريعة ومقطعها مكعبة صغيرة وبالقشرة ديالها وغد ينضيف واحد الكمياء ديال الاربيع اللي هي الخليط ما بين قصبر ومعد نوس صفي وغد ينطفي البوطة هنا يا غير كان ديروا ديك مطيشة كان ديها ونجيبها صفي وكان نطفي وغد ينضيف كمياء ديال الزيتو الأخضر الحشوة ديالنا ها هي واجدة غد ينضيف لها خارج النار قطع او لطريفة ديال الخص يعني هاد الحشوة هادي منعيشة هاتي تعجبكم ان شاء الله وغيروا بها كيف قلت في المائدة الرمضانية هنا ما درت حتى شي صلصة يعني شي صوص اللي غد يندهن بها انا هاد البطيبطات كتافيت بالحشوة باش جينا هاد الكفتاب حلم شوية ودرناها في البطيبطات ممكن انكم تدهنوا بشوية ديال السوس ديال مايونيز ممكن ديروا سوس الجغيين تهي يدهنوا بها ممكن انكم تستغنوا انا هي بالنسبة ليكتافيت غير بدك ماطيشة وبنسبة الخص وزيتون يعني غادي في الزقرية كيف قلت اولاير الطبلية العجين ديالنا او اللي عفوان البطيبطات ديالنا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البطيبطات اخواتي ما تنسونيش فضلا من شجاعة ديالكم المحافزة لاعطاء المزيد فضلا وليس امرا وهذا من باب تشجيع والتحفيز برتجي الوصفة مع العائلة والاهل والاحباب ولكم الاجر السلام عليكم